بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة الثانية عشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام مستمع إذاعة نداء الإسلام إلى هذه الحلقة الثانية عشرة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلا ومرحبا بمعالي الشيخ أياكم الله وبرك فيكم أياكم الله معالي الشيخ قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى باب الوضوء قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم باب الوضوء الوضوء بضم الواو هو استعمال الماء في الأعضاء التي أمر بغسلها وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به مثل الوقود وهو الحطب والوقود هو الالتهاب نعم والمراد بالوضوء هنا استعمال الماء في الأعضاء التي أمر بغسلها للصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك مما يشرع له الوضوء سمي وضوءا من الوضاءة وهي الحسن لأنه جمال يأتي يوم القيامة لأصحابه قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يوم القيامة يبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء فهذا الوضوء يكون نورا يوم القيامة على أعضائهم يعرفون به بين الأمم نعم قال البخاري يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضى أيضا مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يزد على ثلاث وعلى البخاري هو محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين رحمه الله صاحب الكتاب الصحيح الذي هو صح كتاب في السنة صح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى نعم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة نعم الوضوء يستعمل على العضو مرة مرة بحيث تعم هذه المرة تعم العضو عضو الوضوء كله ولا يبقى منه شيء هذا الفرض والذي لا بد منه وإذا زاد عن مرة إلى مرتين فهذا سنة زيادة على المرة سنة مرة مرتين ثلاث وآخر الزيادة ثلاث وما زاد عنها فهو بدعة ما زاد على الثلاث في الوضوء فهو بدعة فالمرة واجب مرتين والثلاث سنة والزيادة على الثلاث بدعة محرمة نعم وتوضى أيضا مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كره أهل العلم الإسراف في الوضوء بأن يتجاوز به حدود المشروع ولا يتجاوز حد الوضوء في الأعضاء بحيث يغسل الساقين مع الرجلين أو يغسل العضدين مع اليدين هذا إسراف تجاوز للحد وكذلك الإسراف في زيادة الغسل فآخره إلى ثلاث هذا هو السنة وما جاد عن الثلاثة وبدعة ومن هي عنه وعن عثمان أنه دعا بإناء مما فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه نعم هذا عثمان بن عفار رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين توضأ ليري الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا وجوب تعليم السنة وفي الوضوء وغيره وفيه إظهار ذلك حتى يعرف فهذا عثمان رضي الله عنه توضأ أمام الحاضرين غسل كفيه ثلاثا ففيه استحباب غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء وهذا لغير القائم من نوم الليل أما القائم من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفيه استحباب تثليث في غسلات الوضوء ثلاثا ثلاثا ولا يزيد عليها وإن اقتصر على واحدة فهذا هو الواجب وإن زاد إلى اثنتين أو ثلاثة فهذا السنة وإن زاد عن الثلاثة فهذا بدعة ولا يجوز كذلك لا يجوز مجاوزة الحد الواجب غسله في العضو بل يجب الاقتصار على على الحد في الوضوء وقوله إلى المرفقين يعني مع المرفقين لأن إلى تأتي بمعنى مع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضى وغسل يديه أدار الماء على مرفقيه وكذلك قوله تعالى وأرجو لكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين لأن إلى هنا بمعنى مع لأن وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم فيه غسل الكعبين مع الرجلين نعم ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من دنبه نعم فيه أن الصحابة رضي الله عنهم يرغون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيره ويظهرون هذا للناس فهذا عثمان توضأ والناس ينظرون إليه ليريهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من التعليم بالفعل وهو أبلغ من التعليم بالقول فوصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله ثم ذكر فضل هذا الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد توضأ صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة التي رواها هثمان ربي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ففيه العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ومن توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين هذه الركعتين تسميان سنة الوضوء تسميان سنة الوضوء فيستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين بوضوءه هذه سنة الوضوء من توضأ نحو وضوء هذا لاحظ نحو وضوء هذا لأنه يتقيد بالصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه يعني أقبل على الله جل وعلا وترك الهواجس في أمور الدنيا والأمور التي لا تتعلق بشأن الصلاة فرغ قلبه لله عز وجل في صلاته فإنه يحوز على هذه الفضيلة لا يحدث فيه ما نفسه نعم غفر له ما تقدم غفر له هذه الفضيلة الحاصلة غفر له أي غفر الله له ما تقدم من ذنبه فهذا فيه أن الوضوء يكفر الله به أن الوضوء المتمشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كفر الله به ما مضى من الذنوب الصغائر من الذنوب الصغائر فإنها تكفر بمكفرات ومنها الوضوء على الصفة المشروعة فدل على أن الوضوء عبادة أن الوضوء عبادة وأن له فضل فضلا من الله سبحانه وتعالى وهذا الفضل أن الله يكفر به ما تقدم من ذنبه والتكفير إنما يكون للصغائر وأما الكبائر فلابد لها من التوبة نعم وعن عبد الله بن زيد أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بما إن فتوضأ لهم فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات مما ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يديه في الإناء فغسل رجليه نعم وهذا الحديث على غرار الأحاديث السابقة والآتية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا توضأ من إناء فإنه يغسل كفيه في البداية ثلاثا ثم يدخل يديه في الإناء فيتمضمض ويستنثل لأن المضمضة والاستنثار تابعان لغسل الوجه لأن لأن الفم داخل الفم وداخل الأنف من الوجه قد أمر الله بغسل ساد إلى ثلاث فإنه سنة نعم وفي حديث علي ثم أخذ بيديه فسك بهما وجهه يعني بالماء فسك بهما وجهه يعني بالماء نعم وألقم إبهاميه وما أقبل من أذنيه نعم وألقم إبهاميه وما أقبل من أذنيه نعم ألقم إبهاميه يعني أدار أدار الإبهامين على ظاهر على ظاهر الأذن ووضع السبابة مبلولة بالماء في داخل الأذن فيكون مسح الأذن ظاهرا وباطنا ودل هذا على أن الأذنين من الرأس يكفي فيهما المسح ظاهرا وباطنا نعم قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا يعني يعني أنه مسح أذنيه ظاهرا وباطنا ثلاثا نعم ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته نعم مما مسح الرأس فإنه يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه فمسح الرأس يكون مرة واحدة ولا يكرره ولا يغسل رأسه يكتفي بالمسح قال الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم نعم ثم أرسلها تسيل على وجهه نعم ثم أرسلها تسيل على وجهه نعم الأصلة يعني أرسل الأصلة تسيل على وجهه دل على أنه لابد من جريان الماء على سائل العذو ولا يبقى شيء من العذو لم يصل إليه الماء أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس شاكرين ومقدرين لماعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان هذا الشرح والتعليق والبيان نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله والسلام